احنا بغي ندري يقرأوا الهدر المدرسة عملنا مباراة التلاميديا والنا ما تعرفوش يقرأو في الشاهدة البتدائية يقرأوش يقرأوش نص يعرفولوش يقرأوش من القرية اذا انا بغي نذكر بانه نستفدو من اش كي يوقع اليوم ودائما نذكر انا بواحد الباحثة واحد العالمة اللي هي جزائرية فرنسية تتشتغل على اصول التعلوم ولقات بانه مثلا في اوروبا اسمت الماليكة بوداليا ولقات بانه في اوروبا الاطفال الصغار يحفظوهم قصائد شعر صعيبة فيها الفاظ يعني عبارة صعيبة ماشي بالضروري يفهموها داك الساعة ولكن يتملكوها من بعد وكيخدمو معهم يحاولو يعني يفيقوا الدكاء ديالهم بالعمل على والغريب هو انه القاتب انه النسخ ده هذا الشي من القرايا اللي كانوا يقرؤوا جدودنا كيف؟ يعني انه الطفل في سبع سنين كان حافظ القرآن عنده سبعين الف كلمة في الدماغ دياله كانت ترسيله اما الطفل اليوم بالمنهاج ديال العصري بين مزدوجتين عنده خمسين كلمة الى كان منتبه اجلب خمسين كلمة لخمسين الف كلمة موسيقى 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 موسيقى